بعد عامين من انطلاق عاصفة الحزم في اليمن بقيادة التحالف العربي استطعت هذه العملية الحفاظ على الهوية العربية في اليمن وأصبحت علامة فارقة في حاضر ومستقبل الأمة الإسلامية مسؤولون قالوا إن عاصفة الحزم تمكنت من استعادة 58% من الأراضي اليمنية من ميليش الحوثي المدعومة إيرانيا واستعادت هيبة العروبة مع استشعار الخطر الفارسي الدههم الذي انتحر وسحق على جدار عروبة اليمن ورأوا إن تم القضاء على خطط المشروع الإيراني في إيجاد موضع قدم له في اليمن فإن ذلك يكون بمثابة شوكة في خاصرة دول الجوار الخليجي لاستهداف أمنها واستقرارها وتستطيع من خلاله ابتزاز المجتمع الدولي كعادتها بتهديد سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب أحد أهم ممرات التجارة العالمية في السياق ذاته رأى محللون أن رهان ميليش الحوثي وصالح على إيران فاشل وإنها تستخدمهم مطايا من أجل مشروعها وأجنداتها والمحصلة تدمير وطنهم وقتل وتعذيب شعبهم من أجل أوهام خاسرة يرفضها الغالبية العظمى من الشعب اليمني كما رأى مستشار منظمة التعاون الإسلامي قاسم سيد المصري أن عاصفة الحزم التي قامت بها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنهت فكرة المشروع الإيراني في المنطقة ومحاولة السيطرة على اليمن من خلال التدخل في الخليج وقال المصري إن قرار المملكة العربية السعودية ببدء عاصفة الحزم قبل عامين عمل على إنقاذ اليمن من النفوذ الإيراني وإنقاذ المنطقة العربية من المحاولات المستمرة التي تسعى من خلالها طهران لتنفيذ مشروعها الإقليمي يذكر أن عاصفة الحزم بدأت في السادس والعشرين من مارس في العام 2015 والتي تزامنت مع أعمال القمة العربية في مدينة شرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر